كان عمر مدو بيكول 56 عاماً هذا الطبيب في أكبر مستشفيات فريتاون أصيب بالعدوى بفيروس إيبولا أثناء معالجته لمارين لقد توفي بعد بضعة أسابيع على الرغم من نقله إلى مركز رعاية إحدى المنظمات غير الحكومية في كيلون في شرق سيراليون كان هناك مرضى يسافرون في جميع أنحاء البلاد عندما تفشى الوباء وهو كان في فريتاون يعتني بالمرضى كان من الصعب معرفة كيف انتقلت العدوى إليه في كينما منطقة وضعت تحت الحجر الصحي الجميع في المستشفى يبكون الدكتور أمار خان الذي توجب طل الأمة بعد إنقاذه لعشرة المرضى قبل أن يذهب ضحية هذا الفيروس الذي ينتقل عبر الاتصال بالدم أو العرق والثمن كان باهذا لمقدمي الرعاية الذين يعملون على أساس تطوعي في الوحدات الأخطر توفي 15 شخص من بين مقدمي الرعاية لدينا عندما يموت شخص بسبب إيبولا يكون عندها الفيروس فتاكن جدا ونحن في هذا النوع من الحالات علينا التعامل مع الجثث بالطريقة الصحيحة كي لا نصاب بالعدوى الوباء تفشى فجأة في سيرليون واحدة من الدول الثلاثة الأفقر في العالم والتي تعاني بالفعل من نقص عدد الأطباء فيروس إيبولا الذي لم يذرب قبلها منطقة غرب إفريقيا إمانوال يستعد لدفن زوجته ريبيكا ممرضة في مستشفى كينيما يمنحونهم معدات الوقاية ولكن المعدات لا تحمي بشكل جيد وحتى طريقة الاستخدام والمعلومات لم تعطى بشكل صحيح لذلك هناك ضحايا ليس هناك دعم كبير للأسر يعطون 21 يوما من الحجر الصحي للعائلة هذا وقد بدأت مساعدة المنظمات غير الحكومية الأجنبية وردود الفعل تعطي نتائج بحسب السلطات ندربهم كل أسبوعين تدريب أكثر حداثة كل أسبوعين ونتأكد من عدم حصول أي خطأ في المجموعة وفي 32 عاملا في مجال الرعاية الصحية خلال ثلاثة أشهر للسماح للمرضى بالشفاء كهذه المرأة التي تشعر بالاستياح بعدما حصلت على شهادة تضمن بأنها لم تصب الوباء وذلك بفضل الأطباء